نكمل معكم سؤال رقم تسعة واربعين سؤال رقم تسعة واربعين بيوتكنولوجي فليغرس تمام في فيال كونتينك 0.3 مليغرام في كل مليلتر قيمة 0.3 مليغرام لكل واحد مليلتر زيان كيف مختلفة مطاني اربع تراكز ومن الخيار اللي مكافئ هاي 0.3 مليغرام على مل الاختيار الاول نشوف ان 0.03 مليغرام وحدة الديسي لتر اذا شن واحدة نحولها بالبداية نحول المليلتر للديسي لتر نجلي جوا 0.3 مليغرام على مل هتقلي شون جت المل اللي تقسيم هذا اجيه هو اصلا قسمة بالسؤال 0.3 مليغرام لكل مليلتر 0.3 مليغرام لكل واحد دايلتر دايلتر او ديسي لتر نشوف بالاختيار نعطيني 0.1 دايلتر سوى فوكس سوى فوكس ايه نشوف انه بالاختيار نعطيني 0.1 دايلتر اذا شن سوي احنا عدنا 30 مليغرام لكل واحد دايلتر زين كم مليغرام 0.1 دايلتر قسطيني بطرفين هاي 0.1 عدك كل صفر فسرع عدنا 3 مليغرام اكس تساوي 3 مليغرام لكل 0.1 دايلتر 3 مليغرام مكافأ الاختيار الاول غير مكافأ اذا خطأ ننتقل للاختيار الثاني الاختيار الثاني ناطني بعدة المايكروغرام على 0.01 دايلتر او دايلتر زين بالسؤال 0.3 مليغرام هاذا الحل تتعوب مسعون هاذا الحل وترجعون وتحلون من جديد او هاذا حلكم الاخير تكملون علي كيفكم انتو باللي عاجبكم اني انصحكم انه هاذا حلكم لان انا فاهم الطريقة فاقدر امشي عليها فانتو جوز مرات تخطؤونوا بهاية تنسوها وترجعون تقسموا من جديد عليها فتدخل بطعتكم انا انصحكم شي نوع الحل مالدكم اطلع خطأ كلكم تهملونه كلها تهملونه وترجعون تكملونه من جديد علىها ترجعون البداية ترجعون تكملونه عليها بجديد بحل جديد ثاني انا بالنسبة لي بالامتاع ان راح اكمل على هذا يعني صحيح ما بي اشكال يعني هاي ثلاثة ملغرام احول هاي ملغرام حول الميكروغرام وهاي الاو بوينت واحد هماتين وكمل حل بينما انتو لا امشوا عليها البداية نزلوه والعدلوم من جديد بسؤال ما بوينت ثلاثة ميلغرام كل واحد مل او بوينت ثلاثة ميلغرام كلا واحد مل بالاختيار الاول عفو انه خطأ بالاختيار الثاني ميكروغرام على ميكروغرام على او بوينت او ديسلتر نجي بداية نحول اذا نحول من الملغرام من الكبير والسغير نضرب نضرب بش قد نضرب ألف أو بوينت ثلاثة في ألف حيطلع عنا ثلاثمية مايكرو غرام الكل واحد مول زين هاي المول أحولها للديلتر ثلاثمية على واحد مول على مية مقام المقام بس يصير ضرب تحول العملية ضرب إذن شي صير عدنا ثلاثمية في مية نضيف صفرين أمسي غرام على ديسلتر زين ها طلعتنا بالديسلتر يعني ثلاثمية ألف أو ثلاثمية ألف وثلاثين ألف مايكرو غرام الكل واحد داي لتر أو ديسلتر ثلاثين ألف الكل واحد ديسلتر زين كم أمسي غرام طبعا هدا مايكرو غرام كم مايكرو غرام لأو بوينت أو واحد ديسلتر ليش ليه ميسوا عقاي لأو بوينت أو واحد ديسلتر وسطين بطرفين هاي الفارستين رح تاكل هاي الصفرين حيصير عندنا 300 مايكرو غرام الكل أو بوينت أو واحد ديسلتر إذن هذا الاختيار هو نفسه الاختيار الثاني إذن الاختيار الثاني هو المكافئ خلاص سؤال رقم 49 سؤال رقم 50 الله آخر سؤال سؤال رقم 50 في مكتناك سؤال رقم 50 سؤال رقم 50 ساعة أرائل 5 مليغرام أثرت في مكتناك 37 مللتر